تكاد تتفق معظم الآراء في كردستان على أن الخارطة السياسية وحجم الأطراف في البرلمان المقبل سوف لن تكون كما كانت في الماضي في ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات التي أفرزت فوز الديمقراطي الكردستاني وتراجع لأحزاب المعارضة ورغم ذلك فإنه لا يمكن لأي حزب أن يقوم بتشكيل الحكومة بمفرده الديمقراطي الذي يعيش خصومه مع حليف الأمس الاتحاد الوطني الكردستاني لا يمانع أن يقترب مع خصم الأمس المعارض التغيير ولا مشكلة في حصول الأخير على مناصب وزارية في الكابينة الجديدة صحيح هناك تشنجات بسبب الظروف المناخية للانتخابات ونتائجها لكن أعتقد أن تصلح كل هذه التشنجات ونتجه إلى جو أكثر ملائما وتفاولا لكن المعارضة لا تقف على مسافة واحدة مع الديمقراطي ويبدو أن أزمات الماضي ما زالت تطبع بصماتها على أوضاع اليوم ولا يمكن للمناصب أن تؤثر في مواقفها لا يمكن أن نضع ثقتنا بمن سرق أصوات الناخبين سنكون مع أطراف المعارضة الأخرى جبهة عريضة ولا تهمنا المناصب سواء في البرلمان أو الحكومة أما نواب المكونات العرقية في البرلمان الكردستاني فيأملون الحصول على مناصب سيادية فهم يشعرون بأنهم شركاء أساسيون في الوطن في الوقت الذي يشير متابعون إلى أن الحكومة سيشكلها الحزبان الرئيسان مطالبنا الوظيفة السيادية أو وزارة السيادية هذا المطالبنا وأيضا بمشاركة تركمان على قرارات السياسية باعتقادي الشخصي المسائل الجوهرية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي سوف تبقى ثابتة لأنها في مصلحة كردستان بصورة عامة يوسف المندلاوي الحرة أربيل